فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إن الإيمان قول وعمل ونية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه مكون من قول باللسان وعمل بالجوارح ونية في القلب ولهذا قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاع وينقص بالمعصية وفي هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص بالمعصية وإنما يزول ويكفرون بالمعاصي وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل بمسمى الإيمان يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه ولو لم يعمل ولو لم ينطق بلسانه وبعضهم يقول يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل وكل هذا غلط والصواب قول أهل السنة والجماعة وهي مسألة معروفة معروفة